عند هذه النقطة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ستباشر إسرائيل بناء جدار فاصل جدار يتجاوز طولها الكيلومتر الواحد ويبلغ ارتفاعه عشرة أمتار سيكون بديلا عن السياج الشائك هذا الذي يفصل بين بلدتين المطل الإسرائيلية وكفر كلا اللبنانية صحيح أن السياج الشائك مجهز بوسائل انذار وكاميرات ولكن بناء جدار فاصل فرضته أسباب أمنية حسب اليونيفل سيخفف أو يمنع الاستفزازات بين الطرفين لسيما في منطقة لمطل كفر كلا بوابة فاطمي التي تحولت إلى واحدة من نقاط الاحتكاك وسيتم تزويد الجدار بأجهزة انذار واستشعار مختلفة الحائط سيبنى في المكان الموجود فيه حاليا السياج الفاصل لذا أعلمنا الجيش اللبناني بالأمر وبالتعاون معه حددنا خطة لمراقبة عملية البناء واتفقنا على خطة العمل أيضا لا يستطيع لبنان أن يوافق أو يرفض عملية البناء لأن ما سيحصل هو من الجانب الإسرائيلي وعلى الأراضي الإسرائيلية وهنا أشدد على أهمية عدم حدوث أي خرق لسيادة الأراضي اللبنانية وهذه ستكون المهمة الأبرز اليونيفل والجيش اللبناني والخبراء التقنيين الذين سيتم نشرهم على الأراضي الصور الميدانية التي التقطتها كاميرا الامتي في يوم الأحد 29 نيسان تظهر أن التحضيرات بدأت فعلا وقد قام فريق من اليونيفل بوضع إشارات هي عبارة عن قصات الحديدية بشكل مربعات مربوط بها شبكة باللون البرتقالي وذلك بمنطقة محاذية لمكان بناء الجدار الفاصل وسيبدأ بنائه يوم 32 نيسان بحسب المعلومات وقد وضعت الخطط من اليونيفل والجيش اللبناني تحسبا لأي طارق خارج عن المألوف وقد لفت بهذا الإطار انتشار الجيش اللبناني في المنطقة على طول كيلومترات كل هذا وحسب ما يقول شتروغر لم يسجل أي اعتراض للدولة اللبنانية التي باتت على علم بكل التفاصيل ناقشنا التفاصيل كافة مع الجيش اللبناني وعرضنا التفاصيل التقنية المتعلقة بهذا الحائط كلما تلقيناه من الجانب الإسرائيلي من معلومات قدمناه للجيش والسلطات اللبنانية لذا فهم أصبحوا على علم بما سيحصل الجيش اللبناني سيركز على مراقبة الأراضي اللبنانية فقط وبناء الجدار سيكون من الجانب الإسرائيلي للخط الأزرق وهذا لا يعتبر تعد على الأراضي اللبنانية الوضع الأمني هي الذريعة الدائمة لدى إسرائيل لتبرير أفعالها وبناء جدرانها صحيح أن التنسيق قائم بين الجيش اللبناني واليونيفل ولكن المفاجآت دائما حاضرة مونة صليبة أم تي في